افتتحت بالعاصمة القاهرة اعمال الدورة الثامنة للحوار الاستراتيجي اليمني المصري والتي تستمر على مدى يومين برئاسة وزيري خارجية البلدين دكتور شاي عزندالي وسامح شكري وناقشت جلسة كبار المسؤولين التي عقدت برئاسة سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية خالد بحاح ومساعد وزير الخارجية المصري لشؤون العربية سفير محمد البدري نقشت القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين وفي مقدمتها ملف العلاقات الثنائية وسبل الدفع بها وتعزيزها وأمن البحر الأحمر في ظل استمرار التحديدات الحوثية لحركة الملاحة البحرية والأوضاع في قطاع غزة وملف السلام في اليمن ومن المقرر أن تعقد الجلسة الوزارية غدا برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاي عزندالي ووزير خارجية المصري سامح شكري لإقرار مخرجات الدورة الحالية من الحوار الاستراتيجي اليمني المصري التي أتت بعد فترة قطاع طويلة نتيجة الأوضاع التي عاشتها بلادنا يذكر أن جلسات الحوار الاستراتيجية اليمني المصري بدأت دورتها الأولى في العام 1998 وانعقدت دورتها السابعة في العام 2010 قبل أن يتم استعنافها هذا العام في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة إيمانا من قيادة البلدين بأهمية التعاون والتنسيق في مختلف القضايا ترجمة نانسي قنقر